اشتركوا في القناة ننفذ الاوامر اللي ما بين القوسين الين ما هذا الشرط يتغير او ما يتحقق طب نأخذ مثال بسيط نسوي متغير نسميه number بقيمة 5 وبعدين بنقول اذا كان الرقم اكبر من صفر ننقص واحد من الرقم ونطبع الرقم في الشاشة كتبنا while نفس فكرة الف statement بس الفرق انه هذي كنكتب f وهذه while والذي داخل هذه القوسين هو الشرط فالشرط هنا اذا كان الرقم اكبر من صفر ننقص واحد من هذا الفاريبل ناقص ناقص او ماينس ماينس هذي اختصار ل number يساوي number ناقص واحد وبعدين نطبع الرقم في الشاشة نسوي save ونرجع نشغل البرنامج زي ما تشوفوا قاعد ينفذ ما بين القوسين الى ما صار الرقم صفر فمعناه انه الرقم ما هو اكبر من الصفر طيب اذا غيرناها الif نسوي save ورجعنا ينفذها مرة واحدة بس وقف عند الاربعة يعني سوى التأكد مرة واحدة بس وهذا الفرق ما بين الif وال وال وذا حين نبدأ بالفورلوب فكرة الفورلوب فيها ثلاث اشياء اول شي نعرف الفاريبل هنا بعدين نحط الشرط وبعدين ثالث شي الامر اللي ننفذه فيعني هنا مثلا عرفنا متغير من نوع انتجر قيمته بصفر الشرط هنا اذا كان الاي اصغر من او يساوي عشرة ينفذ هذا الامر واللي هو يضيف واحد الى اي باختصار فكرة الفورلوب زي العداد تحط متغير وتعطيه قيمة وتحط له الشرط وبعدين تضيف الواحد او تنقص واحد او تنفذ الامر اللي تبغاه وبعدين نطبع الاي هنا فالفورلوب هذي بتطبع لنا من صفر الان عشرة تعمل اللعبة زي ما شفتو طبعت لنا من صفر الان عشرة وهذه فكرة الوايل والفورلوب ووصلنا لهاية الدرس اتمنى انه كان درس سهل ومفيد بالنسبة لكم اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنس تحتك واذا ما كنتم مشتركين في القناة لا تنسوا الاشتراك عشان توصلكم دروس زي هذه اول بول كان معكم عمر بالفقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته